السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اخواتي انتمنى ان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو في اتمصحه والعافية ان شاء الله بإذن الله سيقدم لكم تحرية الجزار اللي كتجراء عوزوينا وبنينا في المدى قديلها نتمنى ان شاء الله تنال اعجب ديالكم كنحتاج عندي هنا ثلاثة ديال حبة ديال الجزار لكل حجم ديالهم كبير ولا كان صغير يعني كنت ادلهم ثلاثة عفوا من ربعة حتى الخمسة ديال الحبة ديال الجزار يعني حسب الكيميات تقريبا كنحتاجوا ديك تلتميات جرام ديال الجزار وعينكم ميزانكم ممكن ديروا اكتر او اقل حسب بعض ديالكم او حسب الكيميات ديال الجزار اللي بغاتوا تدخلو فهذه التحلية بعد ما اغسلتم مزيان ونقيتو حيث لديك القشرة كنقطعو الى مكعبات لي هي صغيرة كيف كتلاحظو وكنديرو في واحد كاسرول وكننضيف عليه واحد كيميات ديال الماء شغل ان شاء الله نسلقو هاد الجزار كنديرو فوق النار مكا نضيف ليه لا ملح ولا سكر سوف هنا بعد ما كيتسلق معنا الجزار تغير واحد الكيميات اللي هي قليلة ديال الماء غادي نطفيو عليه النار وغادي نمرو ان شاء الله باش غادي نطحنوه اهنا بغاتوا تطحنوه بذك الماء اللي فيه او ممكن تتحيدو هاد الماء واتطحنوه بالحليب يعني الاختيار كيرجع ليكم هنا غادي نحيد انا هاد الماء وغادي نطحنوه ان شاء الله بالحليب وحا الكيميات اللي هي قليلة انا بغات نوري لكم القوام ديال الجزار يعني كنخليوه يطيب ما يطخلوش بزاة 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 بحتيه يهلاليكم داك الجزار لانه ولا خليتوه بزاة طيب اكتر من لازم يعني كيبقى ديك كيعطينا داك الماء داك للجزار كيبقى لي نفتح ليه صافي هنا بعد محيط داك الماء اللي كان فيه كنضيف واحد الكيميات اللي هي قليلة ديال الحليب غير باش نطحنوه صافي يعني تقريبا واحد نصف كاس ديال العنباء ديال الحليب وكننستعنو هكا بمكسور او كنضيرو في الخلط الكهربائي ديال الغرف اللي يمتوفر عندكم اي خلط كهربائي وكنحاولو انطحنوه مزيان كيف كتلاحظو هنا يلقاوه يعني ممكن نحتاجوه واحد الكيميات اللي هي كتير من الحليب وممكن تحنوه حتى بتاك الماء كيف كتلاحظو لكم هنا غدي نحتاجو جوج فلون غير ديال درهم يعني هاد الفلون هادك يتوتى بزاف مع هاد التحرية ديال الجزار وغدي نحتاجو ان شاء الله السكر في واحد الايناء كنضيف خمسة معلق اللي هما كبارين ديال السكر سنيدة ممكن تديرو اقل او اكتر السكر كيبقى حسب الدوق لكن خمسة معلق كيجي هاد تحرية هي هادك في الحلاوة اللي كتعجبلو الحلاوة ممكن يضيف حتى لستة ديال المعالق يعني ما تخافوش لان الجزار بنوعة الكيميات اللي هي تبارك الله واحد تلتمية كرام ما فيهاش السكر وما تفنى ليهوالو وكذلك مع نصف ديال الحليب نصف ليتر اللي قد ينضيفو ديال الحليب كيجي هو هادك او كتجي هاد تحرية هي هادك في الحلاوة خمسة او ستة ديال المعالق كيف كتلاحظو كنضيفو داك الفلون مع السكر وكنخلطو ندمجوه مزيان لان داك الفلون كيكون متكتم الاحسن كتدلو هاد العمالية هادي يعني اي نوعية ديال الفلون ممكن تدلوه يكون لابلناك هاد الفانيلا وكدلو جوج اكيز كل اكيز كيمشي في نصف ديال الحليب فاش كتدلو هاد المرحلة هادي ما عاديش تحتاجون بعد غادي تصفيو الفلون ديال لكم كنمرو كنحتاجو ان شاء الله نصف ليتر ديال الحليب وممكن تضعفو الكمية حسب اللغبة او حسب افراد الاسرة وغادي نضيف ان شاء الله هاد الفلون والسكر وغادي نخلط مزيان صافي مبعد ما عادي نخلط مزيان نقطو الكاسور ديانا ونديرو فوق النار حتي وصل لدرجة الغاليان هاد الحليب يطريقة العادية باش كنحطه غرفله وكل مرة كنحركو ما كنغفلوش عليه كل مرة يعني كنحركو حتي وصل لدرجة الغاليان كيف كتلاحظو صافي كنطفيو عليه النار وكندوز مباشرة كنضيف عليه داك الجازال اللي تحنت صافي هنا بعد ما دفت ديك الكيمية دي الجازال كنحاول نخلط جميع العناصر مزيان وكنمرو كنخلو التحليل دينا مباشرة بعد ما كنضيفو داك الجازال باش ننخلوهم هكا في اما في كؤوس وممكن دلوهم في يعني دلو تحليل ديكم في مول يكون كبير عائلي وممكن دلوها تقدموها التحليل هكا في يعني كشكل فرضي في الكؤوس كتكون صغيرة او كبيرة حسب الرغبة ديلكم صافي كانمرو كنحطو التحليل دينا فتلاجة حتى تتماسك وتبرد مزيان كيف كتلاحظو وهنا كنمرو ان شاء الله التزيين والتزيين كيبقى اختياري بغيتو تقدموها التحليل يعني هكا يعني كما هي وممكن تزيدو هكا كنت عندي هاد الكريمة في تلاجة وزينت بها التحليل ممكن تضيفو للفواكه او ممكن تضيفو غير سوس ديال الكراميل او ديال الشوكولاتة وهدي حيلة اللي عندها ولداتها ما كيبغيوش يأكلو الجازر يعني حيلة اللي هي زوينة ولديدة في نفس الوقت يعني كي غاي يأكلو الجازر بلا ما يحسوا بالطعم ديالو وهنا يكنزيد واحد الكيميا اللي هي قليلة من سوس ديال الكراميل وغادي نزيد قليل من حبيبات الشوكولاتة او الفرميسيل وكذلك كنزيد هاد البيسكولي كيكون هاكا في الحجم ديالو صغير كنتمنى ان شاء الله هنا لإعجاب ديالكم هاد التزيين وهنا يكن نضيف حبة ديال الكراميل مع السلين ممكن احتهما تزينوا بهم وهذا هو الشكل النهائي ديال التحليل اللي قدمت لكم اليوم تمنى ان شاء الله تنال اعجاب ديالكم وكتجي اخوتي ابنين ما تشبعوش منها نتمنى ان شاء الله تجربوها وترضو عليها في التعاليق وما تنساوش تبارتجي وهاد الفيديو مع الاحباب ومع صديقة ديالكم في مواقع التواصل الاجتماعي باش تعمل الفائدة وتجعوني بواحد اللايك بارك الله فيكم باش تجعوني علاقة اكتر فاكتر ان شاء الله وكنشكركم على المتابعة ولأول مرة كتشاهد الفيديو ديالي كنا نحبيها باش تشترك في القناة وتفعل جرس باش توصل بكل ما هو جديد ان شاء الله وهذا هو القوام ديال التحليق كنت لاحظوا وخلتكم على خير الى فيديو قادم ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في امان الله وحفظه